لو انت فريلانسر شغال اونلاين يعني سواء بقى فوتوغرافر او مصمم مواقع مصمم جرافيك مصوق الكتروني شغال كتابة مقالات فويس اوفر مترجم مبرمج ايا كان من الاخر اي مجال لعلاقة بالمحتوى المرئي يبقى انت يلزمك يكون عندك بورتفوليو قوي واحترافي وده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت تعمل براند لنفسك وتبقى مشهور في مجالك وتعرض شغلك المميز وده هينعكس بالاجاب على مبيعاتك وهيخلي عمل اكتر يختروك انت ما يختروش غيرك الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف مع بعض على معنى البرتفوليو ويه هي اهميته ايه هي اهم العناصر اللي لازم تبقى موجودة في البرتفوليو بتاعك لو انت اصلا ما عندكش سابقة اعمال تحط ايه في البرتفوليو بتاعك وهي افضل الطرق علشان تعمل بورتفوليو قوي واحترافي لو انت مهتم تابعنا لنهاية يلا فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الاخبار يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة وكل عام وانتم بخير طيب نطهر عطو في الموضوع يعني ايه بورتفوليو البرتفوليو ده من الاخر هو سابقة اعمالك شغلك المميز انت بتحطه في مكان المكان ده اسمه بورتفوليو وده طريقة جيدة للتواصل مع العميل بناء عليه بيشوف شغلك وبيقيمه ويشوف هيتعامل معك انت ولا مع غيرك بيشوف طريقة تفكيرك طريقة تنفيذك للمشاريع اللي انت بتاخدها وده بيعملوا الناس اللي هي فريلانسر اللي هم شغالين في العمل الحر يعني مصور فوتوغرافي مصمم جرافيك شغال بتاع منتاج بتسوى تسويق الكتروني مبرمج مترجم اي مجال او اي شغلانة لها علاقة بالانلاين وبيجي لك عملة انلاين فالبرتفوليو ده انت بتحط عليه شغلك هو زي الكتالوج بتاع شغلك واوضح لكم برضو بمثال مشهور يعرفك ايه هي اهمية البرتفوليو على سبيل المثال انت في مول والمول ده في محلات وانت رايح تشتري حاجة وفي بعض المحلات فيها فاترينا الفاترينا اللي هي بتاعرض السلع اللي موجودة في المحل لو انت شفت فاترينا منظمة فيها حاجات وفيها سلع بتجذب الانتباه ومرصوصة بشكل احترافي كده وبشكل كويس اكيد هتفكر تشتري في المحل ده او هتدخل على الاقل تاخد جولة في المحل على عكس ما تشوفك مثلا محل الفاترينا بتاعته مش منظمة وتلاقي الحاجات فوق بعضها ومطربة فانت مش هتفكر اصلا ان انت تدخل المحل ده دي بالزبط فكرة البرتفوليو انت بتعرض عليه الشغل المميز بتاعك وكل لما قدرت تعمل برتفوليو احترافي كل لما قدرت تقنع العميل ان هو يتعامل معك انت ليس مع غيرك طيب ايه هي افضل الطرق من خلالها تقدر تعمل برتفوليو ممكن تعمل برتفوليو في ملف وورد بوربوينت وفي الاخر تحطه على شكل بي دي اف وتبعته للعميل وده طبعا تقدر تحط فيه كل حاجة ولكن مشكلته ان هو لما تيجي تبعته للعميل لازم ترفعه على موقعه بتاعه رفع ملفات وممكن العاميل ينزله ويدور عليما يلاقهوش او ممكن يعني يبقى تقيل بتحط عليه شغل كتير فيبقى تقيل معك فيعني مش الموضوع مش هيبقى احترافي قوي تاني اختيار معاك ان انت تعمل برتفوليو على مواقع زي موقع بيهانس او موقع دريبل وده طبعا هيديك يعني بعض الاعدادات ان انت لازم تمشي عليها يعني فيه اعدادات معينة لازم تمشي عليها ولكن يعني فيه ناس كتير شغالة على الموضوع ده وماشي الحال الطريقة التالتة ودي الاحترافية واللي احنا بقى بنفضلها ان انت هيبقى ليك موقع خاص بك انت بتقدر بقى تعمل كل حاجة انت بتحلم بيها في البرتفوليو بتاعك وهيبقى شكله احترافي جدا طيب ايه هي العناصر اللي لازم تبقى موجودة في البرتفوليو بتاعك اول حاجة بيبقى فيه فقرة تعريفية دي بتبقى 3-4 سطور بتكتب اسمك المجال بتاعك سنين الخبرة بتاعتك ايه اكتر حاجة بتميز شغلك عن غيرك فانت بتبدأ تكتب الكلام ده في 3-4 سطور وبتبدأ تكتب كلمتين كده بتلمع نفسك وان انت بتكون حريص على ارضاء العميل وحاجات جميلة كده تمام دي اول حاجة تاني حاجة بتبدأ تحط بقى سابقة اعمالك افضل شغل عندك هتقول لي مثلا انا كل الشغل بتاعي كويس اقولك لا كان غير كفشتر افضل شغل عندك حط شغل انت حاسس او ان انت الناس كلها اشادت بالشغل ده فانت ابدأ حطه علشان هو ده انه هيخلي العميل يتعامل معاك انت ما تسحمش الدنيا ما تحطش 200-300 تصميم ولا 200-300 مشروع لا حط 10-15 مشروع انت اشتغلت عليهم وابدأ بعد كده حدثهم يعني انت كل شهر كل 20 يوم كل 15 يوم ابدأ حدث البرتفوليو بتاعك وحط فيه افضل ما عندك ونصيحة برضو ان انت لما تيجي تضيف مشروع للبرتفوليو بتاعك ابدأ اكتب المراحل اللي انت مرت بيها يعني العميل كان طالب منك ايه وانت عملت ايه انجزت المشروع ده فقد ايه الالوان اللي انت استخدمتها ايه الفونت بتاع الخط اللي انت استخدمت ايه البرامج اللي انت استخدمتها علشان العميل مش شايف انت تحب تقدقيه علشان توصل للمنتج النهائي ده فابدأ اعمل المراحل اللي انت مرت بيها في التصميم بتاعك او في الشغل بتاعك ادام العميل لكل مشروع في مشاريع مش هتقدر تعمل كده مش مشكلة ولكن احنا بنقول عن المشاريع اللي تقدر تعمل فيها الموضوع ده او انت تحط تفاصيل المشروع بتاعك بعد كده بتبدأ تحط الادوات اللي انت بتستخدمها يعني مثلا لو انت مصور هتحط مثلا نوع العدسة اللي انت بتصور بها الكاميرا اللي انت بتصور بها الاضاءة الحاجات دي لو انت مصمم هتحط مثلا البرنامج اللي انت شغال به الفوتوشوب لو انت بتاع منتاج هتحط مثلا البريمير دافينشي في حاجات انت مش هتقدر تحط حاجة ادوات يعني مثلا واحد بيكتب مقالات مش هيقدر يعني هو مش بيحتاج حاجة كيبورد وبيكتب فلا ده مش لازم يحط حاجة والفقرة الأخيرة في البرتفوليو بتاعك حط بقى أراء العملاء بتوعك ولكن يعني ما تضربش أراء كده وتبدأ تحطها لا حط أراء حقيقية لعملاء بتوعك طيب في سؤال بقى أنا سمعه من الناس اللي هي لسه في البداية بيقولك إحنا ما عنديناش أم صابقة أعمال أنا لسه مبتدئ وما عنديش صابقة أعمال أعمل برتفوليو وحط فيه إيه الموضوع بسيط جدا أنت مش لازم تكون اتعاملت مع عملاء علشان تحط المشاريع بتاعتك لا أنت لازم تحط المشاريع اللي أنت اشتغلت عليها مش لازم تبقى العميل فأنت الموضوع ده سهل جدا ممكن تدخل على موقع زي براند كراود الموقع ده بيجيب لك يعني شغل كتير لو أنت شغل في التصميم شغل كتير لازم بتطلب شغل وناس بتحط التصميم بتاعتها فأنت أبدأ شوف غز بصرك الأول وابدأ شوف التصميم اللي يعجبك وابدأ عدل عليه وابدأ حطه ولكن لازم أنت اللي تكون عامل يعني تعديلات عليها علشان ما تكونش خدت كوبيبست وحطيت الشغل بتاع الناس عندك أو ادخل على موقع مستقل هتلاقي فيه ناس بتطلب مشاريع ابدأ أنت خد المشروع ده ونفزه بطريقتك وحطه عندك فالموضوع ده سهل وبسيط جدا فأنت ابدأ حط مشاريع أنت اشتغلتها حتى لو ما فيش عملاء حقيقيين ولكن المهم أنت اللي تكون عملت المشاريع دي طيب نيجي بقى للأهم انت قلتني عم اي من رقم ثلاثة ان انت تعمل موقع الكتروني وتحط فيه البرتفوليو بتاعك ده افضل اختهار طيب احنا نعمل الموقع ده ازاي احنا مش بنعرف برمجة الموضوع بسيط وسهل جدا انت مش محتاج تتعلم برمجة أو مش محتاجي بعندك خبرة في البرمجة انت من خلال ملصة إدارة المحتوى وورد بريس زائد موقع هستينجر اللي هناخد منه الاستضافة قدومين هتقدر تعمل موقع بمنتهى الاحترافية والسهولة طيب تعالي نشوف مع بعض ازاي اول حاجة هتروح على اول رابط في الوصف الرابط دوت هيدخلك على الصفحة دي ده موقع هستينجر ولو استخدمت الرابط ده هتاخد خصم 7% لو استخدمت الكود بتاعها لم تستفهم اللي هورغولك دلوقتي تمام موقع هستينجر انا اعتمد تعليف حاجات كتير وما خيبش ظن بصراحة اول حاجة هتبدأ تضعط على ابدأ الان وهتلاقي هنا فيه تلات خطط للاستضافة الخطة الاولى دي خطة مواقع اوحدية دي هتديك موقع الكتروني واحد والكرس الصلب 30 جيجا و10 تلاف زيارة شهرية وبريد الكتروني واحد وبيديك شهادة SSL مجانية ولكن النطاق مش مجانا النطاق لازم تدفع فالطريقة الاكثر شيوعا واللي احنا بنفضلها وناس كتير بتفضلها اللي هي الطريقة التانية او الخطة التانية ده تقدر تعمل 100 موقع على الاستضافة دي تخيل 100 موقع والقرس الصلب SSD 100 جيجا و25000 زيارة شهرية والخطة دي تقدر تعمل 100 بريد الكتروني احترافي يعني احترافي يعني بالنطاق بتاعك يعني ممكن تعمل support at aimansofat.com لو النطاق بتاعك aimansofat.com انسى بقى الجيميل والكلام ده انت دلوقتي بتشتغل شغل احترافي معاك ناس شغالة تقدر تعملهم لحد 100 ايميل شهادة SSL مجانية شهادة SSL اللي هي بتخلي لك الموقع امن شايف العلامة القفل دي دي هتاخدها بشكل مجانا طبعا كمية نقل بيانات غير محدودة وورد بريس مدار تسريع وورد بريس وحاجات زي كده فاحنا المهم هناخد الاستضافة دي وهي هتعمل 2.29 دولار في الشهر يعني السعر هيبقى زهيد جدا تمام انا دلوقتي علشان اخد السعر دوت لازم اشترك على الخطة 48 شهر طب انا لو عايز خطة 12 شهر فقط هيبقى السعر خمسة دولار فاصل سبعة وخمسين سنت فانت كل لما تزود في عدد الشهور كل لما تاخد اعلى نسبة خصم فاحنا خلينا علشان احنا يعني بنعمل شرح فاحنا خلينا نختار 12 شهر وبعد كده بتبدأ تكتب الايميل بتاعك هنا او اي ايميل انت عايزه بقى علشان تعمل به حساب على هستينجر وبعد كده بتحدد طريقة الدفع طبعا هستينجر بيوفر لك طرق دفع كتير زي فوري زي جوجل باي زي بيبال كوينجاتا الماستر كارد فيزا والحاجات دي بيدعمها هنا هو تجاب لك السعر ستة وستين دولار احنا طبعا استخدمنا الكود بتاع علامة استفهام اهو يعني الكود دوت لو انت شلته هتلاقي واحد وسبعين دولار فاحنا هنستخدم الكود هتلاقيه برضو في الوصف هيديك ستة وستين دولار وبعد كده بتعمل تقديم الدفع الامن وبتبدأ تطفع باي وسيلة انت اخترتها بعد ما بتتم عملية الدفع بيبدأ يفتح معاك الصفحة دي على فكرة هوستينجر فيه خاصية استرداد الاموال خلال 30 يوم هتلاقي لحة التحكم بسيطة وسهلة جدا وباللغة العربية وفيه كمان شهات او دعم باللغة العربية تقدر تكلمهم في اي وقت لو عندك مشكلة انا عامل موقع الكتروني على هوستينجر عامل متجر الكتروني على هوستينجر فالموقع انا بجربه وموقع ممتاز جدا طيب هتبدأ تضغط على كلمة اعداد اللي هي استضافة مواقع مميزة لو انت اول مرة تعمل حساب على هوستينجر لازم تعمل فيرتفايل الاميل بتاعك فاحنا كنا عاملين الخطوة دي بعد كده هنضغط على ابدأ الان هيقولك انت عايز تعمل الموقع ده لنفسك ولا العميل ولا الشركة فاحنا هنختار لنفسي وبعد كده هنا بيقولك انت عايز تعمل لشركة ولا مدونة ولا ملاف طبعا ممكن تختار اي حاجة ولكن احنا هنخليه ملف علشان هنعمل برتفوليو هنا برضه بيقولك انت عملت مواقع قبل كده ولا لسه مبتدئ ولا ده موقعك الاول العادي ممكن تقوله ده موقعي الاول بعد كده بتبدأ تختار المنصة اللي انت هتعمل عليها الموقع بتاعك طبعا احنا بنختار منصة وورد بريس ودي يعتبر من افضل المنصات لادارة المحتوى يعني في مواقع كتير جدا بيتم ادارتها عن طريق منصة وورد بريس ودي مش محتاج بقى ان انت يكون عندك اي خبرة في البرمجة دي هتديك قوالب جهزة وانت بس هتعدل عليها تمام ولكن احنا يعني خلينا ما نختارش حاجة دلوقتي ونعمل تخطي وسأبدأ من السفر تمام ولكن هنختار وورد بريس بعد كده هنا بقى بيقولك ايه هو اسم موقعك النطاق بتاعك الدومين بتاعك اللي هو www.يمنصفة.com او www.يوتيوب.com ده اسمه نطاق او دومين طيب انت عايز الدومين اسمه ايه طبعا احنا علشان اخترنا الخطة الاكسر شيوعا فادلنا الدومين مجانا فهنبدأ نعمل حدد ونبدأ هنا نكتب الدومين هنكتب مثلا هنا انا عايز اخليه ايما صفوط اشوف هل الدومين ده متاح ولا لا واعمل بحس فهنا جابلي زي ما انت شايف الدومين تم استخدامه بالفعل لان انا عامل موقع بنفس الدومين ده فلو انت مصمم برضو فانت ممكن بقى تختار بقى .online.tech .مش عارف .me فانت ابدأ اختار اي نطاق اللي انت شايفه قدامك ده ولكن الاشهر بيبقى .com هنخليه انا .info تمام واعمل بحس ان شاء الله يبقى متاح اهو بقى متاح معايا بعد كده هنضغط على متابعة اخر خطوة معنا بقى وهي بيقول لك موقع الخادم اللي انت اخترته هنا موجود في اوروبا وتحديدا في نيوزلندا لو انت عايز تغيره بتبدأ تغير بتاخد خادم تاني موجود في اي مكان تاني ولكن يعني احنا بنفضل الخادم اللي بتبقى موجودة في اوروبا بتبقى اسرع بالنسبة لنا كمنطقة عربية وهنا النطاق اهو خلاص انا كده الاعداد بتاعتي تمام هضغط على انهاء الاعداد هتبدأ بقى تمنا شوية تفاصيل اساسية كده زي البلد بتاعتك وتبدأ بقى هنا تكتب البيانات بتاعتك زي المدينة والعنوان والرمز البريدي ورقم الهاتف وبعد كده نضغط على انهاء التسجيل كتب لك هوت الموقع بتاعك اصبح جاهز هنبدأ نضغط على دي لوحة التحكم بتاعت وبالمناسبة دي لوحة التحكم بسيطة جدا وباللغة العربية فاي حد يقدر يتعامل عليها اول حاجة نعملها ان احنا هنفعل شهادة الاس اس ال شهادة الامان اللي احنا قلنا عليه هنبدأ نضغط على كلمة اعداد وهنا كتب لهوت الدومين بتاعي والنطاق بتاعي واضغط على قم بالتثبيت هنا جاري التثبيت يعني خلال دقايق هيتم تثبيت شهادة الاس اس ال والموقع بتاعي هيصبح موقع اامل بعد كده هنبدأ نضغط على الصفحة الرئيسية تاني هنبدأ بقى ننزل تحت كده علشان نثبت الورد بريس على الموقع بتاعنا هنختار القيام بتثبيت وورد بريس هنضغط على كلمة تثبيت وهنكتب هنا اسم الموقع بتاعنا هنا مثلا ايما نصفت ما تحطش مصطرة ولا حاجة اكتب اسم الموقع وخلاص وهنا البريد الالكتروني اللي انت هتعمل به حساب على الورد بريس وهنا اسم المستخدم المسؤول وهنا تكتب كلمة سر وبعد كده هتعمل التالي وبعد كده هتختار اللغة لو انت عايزها باللغة العربية بالانجليزية زي ما انت عايز هنخليها بالعربية وبعد كده نعمل تثبيت بمجرد ما انتهى التثبيت فتح معنا الصفحة ديت هتضغط على كلمة تعديل الموقع لشان يبدأ بقى يدخلك على الورد بريس دي كده لوحة التحكم الخاصة بالورد بريس طيب انا عايز افتح لوحة التحكم دي هل كل مرة ادخل على هستينجر والجودة كله لا انت ممكن تكتب الدومين بتاع الموقع وتعمل سلاش دابلو بي اه شرطة او اللي هي اه اندرسكول وبعد كده تعمل ادمن وبعد كده تعمل انتر ودخل الايميل والبصورد تقع اه وورد بريس هيبدأ يفتح معاك موقع هورد بريس بشكل مباشر على لوحة التحكم الخاصة بالموقع بتاعك طيب اول حاجة هتبدأ تعملها المظهر ان انت تنزل قالب فهتبدأ تختار المظهر من الجنب دي وتبدأ تشوف القالب بتاعتك هتعمل اضف جديد وتكتب هنا في البحث بورتفوليو عشان نبدأ نشوف القالب المناسبة للبورتفوليو هتلاقي بقى هنا قالب كتيرة جدا منها القالب المجانية ومنها المدفوع وهتلاقي برضو فيه قالب اسمه استرا من خلال القالب ده هتلاقي جواه قالب برضو تنفع تعمل بورتفوليو من خلال القالب دي هتبدأ تختار القالب اللي انت عايز تشتغل عليه وكل اللي عليك ان انت هتعدل يعني هتشيل الصورة اللي موجودة بتاعت الشخص ده وتحط صورتك هتشيل الكلام اللي موجوده وتحط حاجات مناسبة لك انت فالموضوع احنا كنا تكلمنا عليه في فيديو قبل كده هسيبه لكم في الوصف ازاي تعمل للموقع بتاعك عن طريق اداة الموضوع بسيط وسهل جدا ولكن احنا وصلنا لحضراتكم الفكرة العامة وطريقة تسطيب وورد بريس على هستينجر وازاي نحجز الاستضافة والدومين بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لحضراتكم ياريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على باللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته